صفوة شوقي رجل من أسرة مصرية مسيحية بمحافظة المينيا بعد أن أسلم عن قناعة توفي وترك في بيته مصحفة ولكن زوجته المعادية للإسلام أخفت المصحف عن أبنائها حتى لا يتأثر أحدهم به وعندما كبر الأبناء عثر أحدهم على المصحف ووجد بداخله رسالة من أبيه يقول فيها إن الذي أبهرني في الإسلام هو وصف الله بأنه ليس له شبيه ولا نظير وأنه صمد يحتاج إليه كل الخلق ولا يحتاج لأحد ولا يجوع أو يعطش وأن المسيح عبد الله ورسوله كان وأمه يعطشان ويجوعان ويأكلان الطعام انشرح صدر الإبن واعتنق الإسلام وبدل اسمه من أرديليس إلى عبد الرحمن ثم واجه أسرته ودعاها للإسلام فرفضت الأسرة وطلبت الأعمام والأخوال والقساوسة للضغط على لبن كي يترك الإسلام وفي اجتماعهم به أخبرهم بوصف الله سبحانه كما عرفه وكما جاء في رسالة أبيه كما أخبرهم أن عيسى عبد الله ورسوله ومن قوة ردود عبد الرحمن على القساوسة وعج هؤلاء عن الرد على أسئلته وبعد تفكير لم يطل أسلمت إيريني أخت عبد الرحمن وأصبح اسمها آية وأسلم أيضا شقيقه ريماريو وأصبح اسمه إسلام وبعد عناد دام لخمس سنوات أسلمت الأم وعادت إلى فطرة الإسلام وقالت كنت أراقب ابني في وضوئه وصلاته وأريده أن يعلمني ولكني عالت وزدت من إهاناتي وإذلالي له حتى خضعت تماما وجئت إليه وطلبت منه أن يعلمني الوضوء والصلاة وقلت له أخلاقك عرفتني دينك أخلاقك التي جعلتك تقبل يدي كلما زدت في إهانتك وصلاتك بطول الليل وبكاؤك وأنت تدعو الله لي بالهداية أنا فخورة بدين الإسلام لقد كنت عمياء وأبصرت كنت ميتة وحيت فالحمد لله الذي دلني إلى طريق الهدى والحمد لله على نعمة الإسلام ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الشيخ راضي طبيب في الخمسين من عمره وهو مدير طبي لأكبر مستشفيات العاصمة يعرف الله حق المعرفة ويعيش حياته كما أمر الله ورسوله كان عنده بالمستشفى ممرضة كثيرة المشاكل مع زميلاتها ومع المرضى وكان كثير الصبر عليها لأنها رغم عيوبها كانت ممرضة عمليات ممتازة ومحترفة في تخصصها وذات يوم دخل المدير الإداري للمستشفى على الشيخ راضي وأخبره بأن البعض همس له أن تلك الممرضة تسرق بعض الأغراض من المستشفى فقال له نحن لنأخذ الناس بالشبهات لو ثبت عليها شيء بالدليل سأتخذ معها الإجراء المناسب وبعد عدة أيام سمع الشيخ راضي وهو داخل مكتبه ضجيجا عند مدخل المستشفى فنزل ليعرف الأمر فوجد هذه الممرضة عند باب الاستقبال وقد أمسك بها المدير الإداري وقام بتفتيش حقيبتها فوجد بها بعض الغيارات الطبية وزجاجة مطهر وعلبة صغيرة فيها مرهم حروق فقام الشيخ راضي فورا بنهر الإداري وموظف الأمن وألهمه الله أن يقول للجميع بصوت رج المستشفى ما الخبر؟ لماذا تفتشونها؟ هذه الأشياء أخذتها بإذن مني ردوا لها أغراضها واعتذروا لها ثم انصرفوا لقد قال هذا الكلام ليحفظ للممرضة ماء وجهها أمام زميلاتها من باب الستر وقد قرر في نفسه الاستغناء عنها بعد يومين أو ثلاثة عندما ينسى الناس هذا الموقف لأنها وإن كانت سرقت بضع أشياء لا قيمة لها إلا أن مبدأ السرقة وارد ومن يخن الأمانة في القليل اليوم يتجرأ على الكثير غدا في اليوم الثاني ذهبت الممرضة إلى الشيخ راضي وشكرته على موقفه النبيل الذي سترها أمام الآخرين ثم فجأة أجهشت بالبكاء وعرف منها أن زوجها يعمل بورشة لحام وأنه أصيب بحادث حرقت فيه ساقه وأنه يحتاج لغيارات يومية على ساقه المحترقة وهذه الغيارات مكلفة في العيادات الخارجية وأنه قعيد البيت بلا عمل منذ وقوع الحادثة لذلك أرغمتها الظروف لأخذ هذه الغيارات والمراهم طيب المدير الطبي خاطرها وأصدر قرارا بأن يتم صرف الغيارات الطبية والمطاهرات المطلوبة للممرضة يوميا ويسدد ثمنها من صدوق التكافل كما قام بصرف مبلغ كمساعدة لها نظرا لظروفها وظروف زوجها وكذلك أعطاها مبلغا من حسابه الخاص وبعد أن شفي زوجها قام بتعيينه في أعمال الصيانة بالمستشفى هذه الممرضة تغير سلوكها 180 درجة بعد ذلك الموقف ليس في تفانيها المهني فقط بل والتزامها الديني أيضا حيث وظبت على صلاة كل الفروض في أوقاتها وحفظت بعض أجزاء القرآن وحصلت على لقب الممرضة المثالية لسنوات متعددة بعد ذلك وكانت عين وأذن إدارة المستشفى في حماية كل صغيرة وكبيرة بالمستشفى كما كان زوجها يعمل بكل إخلاص وحماسة وتفاني منقطع النظير وبعد فترة مارض الدكتور راضي وترك منصبه لنائبه حتى يتم له الشفاء ويعود من جديد ولكن هذا النائب طمع في الكرسي وحاول مع مدير الحسابات تزوير بعض الكشوف وإخفاء الكشوف الحقيقية ليظهر الشيخ راضي مختلسا وقد شعرت هذه الممرضة بقلبها النقي وبتقربها من الله أن هناك مكيدة تدبر لهذا الشيخ الفاضل وبدون أن يشعر بها أحد قادتها قدماها بأمر الله إلى باب غرفة مجلسهم وسامعت كل المؤامرة واستطاعت أن تحصل على الكشوف الحقيقية في غيابهما وتضعها في مكان أمين وعندما جاء هذا النائب والمحاسب بالأوراق المزورة لمدير المستشفى ويتهم الشيخ راضي بالاختلاس أظهرت هذه الممرضة الكشوف الحقيقية وقدمتها للمدير الذي قام بطرد الرجلين وفطحهما أمام الجميع وعندما عاد الشيخ راضي وعلم بما حدث من الممرضة سجد لله شكرا وقال صدقت يا رسول الله يا من قلت ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم علياء فتاة جميلة ولكنها كانت مغرورة بجمالها وغير ملتزمة تعيش الحياة دون تحمل مسؤولية ودون الاستماع لنصائح الآخرين عكس أختها الأكبر منها التي تراعي الله في كل تصرفاتها تمت خطة أختها لشاب ملتزم تقي وكانت علياء تتعجب منهما أيام خطوبتهما عندما كان يأتي هذا الشاب لبيتهم ويراجع مع أختها ما حفظته من قرآن وأحاديث نبوية أو يسمعان سويا قصة من قصص الأنبياء أو الصالحين ويكتبان الفوائد من هذه القصة كانت علياء تسخر من أختها وتسألها أين السعادة التي تعيشينها في هذه الفترة أين التنزه والتنقل من مكان لآخر فكانت أختها تبتسم وتقول لها أجد السعادة الحقيقية في تقرب إلى الله وإرضائه وأحمد الله على وجود خطيب في حياتي ليأخذ بيد إلى الجنة تزوجت الأخت الكبرى وبعد عامين تمت خطبة علياء لشاب كما تقول عصري يستمع للأغاني ويشاهد الأفلام ولم يطلب منها ارتداء الحجاب ولم يهتم بنظرات الآخرين إليها فكانت تفرح بعدم نخوته وترك الحرية لها لتفعل ما تشاء حتى جاء يوم وأثناء دخولهما متجرا كبيرا للتسوق وقفت علياء أمام السلم الكهربائي ولم تستطع الصعود خوفا من السقوط لأنها لأول مرة تتعامل معه فوجدت خطيبها في حرج كبير وغضب شديدين يصرخ فيها لكي تصعد وتزاحم الناس وراءهما يريدون الصعود وخطيبها ما زال يصرخ فيها ويقول لها ما هذا السخف لقد فضحتني أمام الناس كيف لفتاة بهذا الحجم تخشى صعود السلم ثم رفع قدمها بالقوة ليضعها على السلم وهي تقاومه بغضب شديد حتى وقعت على ظهرها وبكت وكل من بالمجر شاهدها وعندما وقفت على قدميها خلعت خاتم الخطوبة وألقت به في وجه خطيبها وعادت إلى بيتها في حزن شديد في هذا اليوم كانت أختها في زيارة لبيت أبيها وعندما سمعت بما حدث لها داخل المجر حاولت أن تواسيها وابتسمت لها وقالت لو كان خطيبك يحبك حبا حقيقيا ما همه نظرات الناس له وأخذ بيدك أو صعد معك عن طريق المسعد هو لا يحب إلا نفسه ولو أحبك لغار عليك ومنعك من الخروج متبرجة متعطرة فلا تندمي وحاول إصلاح نفسك وإرضاء ربك الذي رزقك الجمال والمال والصحة رغم تقصيرك في حقه وعسيانك له هذه الكلمات غيرت علياء تغييرا كليا كما تأثرت كثيرا بمعاملة زوج أختها لأختها وما شاهدته من حب وود واحترام فارتدت الحجابة وبدأت تواضب على الصلاة في أوقاتها وتحفظ القرآن وتعمل كل ما يرضي خالقها وبعد أشهر تقدم شقيق زوج أختها لخطبتها وتم الزواج بأقصى سرعة وفي أول يوم للزوجين للخروج من البيت ذهبت علياء مع زوجها لنفس المتجر وأمام نفس السلم الكهربائي وقفت تتظاهر بالخوف من الصعود لتختبر زوجها في تصرفه وعندما شاهد الزوج خوفها وواجد الناس تتزاحم حولهما ابتسم وقال للناس بصوت مرتفع بعد أن حملها بين يديه وصعد بها السلم زوجتي وتعيش لحظة دلع معي هل أتركها؟ لابد أن أحملها حتى ترضى عني ضحك الجميع وقامت علياء بلف يدها على رقبته واحتضانه بحب شديد بعد أن شعرت بأنه نعم الزوج والحبيب والسند وحمدة الله الذي عوضها بزوج يتق الله فيها ويعينها على طاعة الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا رجل صالح تقي وبسيط متزوج ولاه ثلاثة أبناء ويعمل خياطة ويجتهد بشكل كبير في عمله ورغم دخله القليل إلا أنه كان كثير الشكر لله ولا يتأخر عن مساعدة الفقراء والمحتاجين ولأن المؤمن يتقبل اختبار الله وابتلاءه بإيمان قوي وصبر جميل فقد توقف عن العمل بسبب عدم وجود طلبات من الناس على ما ينتجه وعجز عن توفير حياة كريمة لأبنائه فخرج يعمل في المعمار ليتمكن من تأمين قوت يومه ولأسرته بدلا من سؤال الناس مقتديا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه وفي صباح أحد الأيام أثناء ذهابه إلى عمله وجد شابا جالسا يبكي بشدة وغير قادر على الحركة فذهب إليه وسأله عن سبب بكائه فأخبره الشاب بأنه فقد الذاكرة ونسي كل شيء فأخذه الرجل الصالح وعاد به إلى بيته ليعيش مع أبنائه محتسبا للأجر والثواب عند الله عز وجل حل الشاب ضيفا كريما في منزل الرجل الصالح وتعامل معه معاملة طيبة فأحب الشاب الرجل كثيرا وأحس بعطفه الدائم عليه وطلب منه أن يعلمه مهنة الخياطة فأشفق عليه وقام بتعليمه ربما نفعته هذه المهنة في المستقبل وفي أحد الأيام طلب الشاب من الرجل الصالح الذهاب معه إلى عمله ليشاهد المكان الذي كان يجلس فيه ربما تذكر شيئا فأخذه الرجل وذهب معا وفي هذا الوقت فوجئ الشاب ببعض الرجال ينزلون من سيارة فاخرة يتجهون إليه بلهفة شديدة وفرحة كبيرة اعتلت وجوههم وأخذوا ينادون على الشاب سيد المدير سيد المدير أصاب الرجل الصالح وكذلك الشاب العجب والحيرة وعندما قام الناس بالاقتراب منهما اتضح أن ذلك الشاب هو ابن رجل من أغنى الأغنياء وأن المدينة السكنية التي يعمل بها الرجل الصالح من أملاكه وأن هذا الشاب أصيب بفقدان ذاكرته منذ فترة عندما اعتدى عليه أحد منافس والده ودفع برأسه إلى الحائط وتركه ومنذ ذلك اليوم ووالده والأسرة يبحثون عنه خاصة بعدما اعترف منافس والده بما حدث منه وبعد وقت قليل عادت الذاكرة للشاب وقرر نقل الرجل الصالح وأسرته إلى أحد القصور التي يمتلكها وطلب منه اختيار العمل الذي يحبه ليعمل به وذلك جزاء عمل الخير الذي قام بتقديمه له خالصا لوجه الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في إحدى المحاكم الألمانية تم استدعاء أحد المقيمين كشاهد للإدلاء بشهادته في قضية وعند الانتهاء من أخذ أقواله في القضية طلب منه أحد أعوان المحكمة أن يقوم بتعبئة استمارة يكتب فيها وقت حضوره وانصرافه من المحكمة ويسجل أيضا كم يبعد بيته عن المحكمة وذلك من أجل تعويضه عن الوقت الذي أنضاه وكذلك لتعويضه عن وقود سيارته الذي استهلكه من أجل الوصول للمحكمة فرح هذا الشاب كثيرا بما حصر عليهم التعويض وفرح أكثر لأنه وجد شيئا يستطيع من خلاله أن يتباهى به على المسلمين يقول هذا الشاب تعجبت من هذه المعاملة الراقية ومنذ ذلك الوقت كنت كثيرا ما أذكر القصة لمن أعرف ومن لا أعرف من المسلمين ولا أفوت مجلسا إلا وذكرت القصة وذلك انبهارا بتلك المعاملة أسن قاصا من شأن المسلمين ظل هذا الشاب على انبهاره بمعاملة الغرب حتى جاء اليوم الذي روى فيه القصة لأحد أصدقائه من المسلمين وكان عالما بأمور دينه وبتفسير آيات القرآن فقال له بهدوء وهل أتى أصدقاؤك الألمان بشيء جديد؟ منذ أكثر من 1400 عام والمسلمون يطبقوا ما تتباهى به عند شهادتهم بالمحاكم ثم سأله هل تعلم يا صديقي ماذا تضمنت أطول آية في القرآن الكريم؟ رد عليه لا أعلم فقال له تضمنت هذه الآية رؤية شاملة ورائعة لكافة التعاملات المالية وتشمل هذا الذي تنبهر به في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أي يتحمل بيت مال المسلمين كافة الأضرار التي تقع على الشاهد من مصاريف انتقال الشهود وإقامتهم في غير بلدهم مع تعويض الوقت الذي بذله الشاهد ليدلي بشهادته حتى لا تتأثر عائلاتهم بهذه الخسائر وكذلك حتى يتم إقامة العدل بين الناس يا صديقي كل فضيلة لدى الغرب لا بد أن تجد لها أصلا في الإسلام بل إن الإسلام سبق كل حضارات الأرض في الدعوة إليها من صدق ونظام وإتقان واحترام وعدل وإنصاف وعلم ومعرفة ومساواة وغيرها من القيم عند ذلك بوهت الشاب وظل في دهشة لوقت طويل خاصة بعدما علم وبالأدلة والبراهين أن الإسلام سبق كل الحضارات وقت ما كانت أوروبا في قمة التخلف إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا قدم تاجر إلى مكة بإبل له يبيعها فاشتراها منه أبو جهل ثم رفض أن يعطيه ثمنها ذهب التاجر إلى الكعبة حيث تجلس جماعة قريش ورسول الله جالس في ناحية من المسجد فقال الرجل يا معشر قريش هل من رجل ينصفني من أبي جهل ويأخذ لي حقي منه فإني غريب فأشاروا إلى رسول الله مستهزئين وقالوا له أترى ذلك الرجل اذهب إليه فإنه يستطيع أن يأخذ حقك من أبي جهل وهم يعلمون سفاهة أبي جهل وشدة عداوته للرسول فأقبل الرجل على رسول الله وقال له يا عبد الله إن أبا جهل غلبني على حق لي واغتصبه مني وأنا رجل غريب وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يأخذ لي حقي منه فأشاروا إليك فخذ لي حقي منه يرحمك الله لم يخيب الرسول الكريم أمل الرجل ولم يهتم باستهزاء قريش حيث قام معه حتى وصل إلى دار أبي جهل وطرق بابه فقال أبو جهل من بالباب فقال النبي محمد أخرج إليه فخرج أبو جهل وقد اصفر لونه وكأنما سلبت روحه فقال له الرسول أعطي هذا الرجل حقه فألقى الله الرعب في قلب أبي جهل فسرعان ما أجاب لا تبرح يا محمد حتى أعطيه حقه وأعطاه ماله كاملا انصرف الرجل راطي النفس منشرح الصدر شاكرا لرسول الله مناصرته للضعفاء وحسن مرؤته فلما علمت قريش بما كان من أمر النبي مع أبي جهل عجبت وقالت له ما لك يا أبا الحكم فقال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب على بابي وسمعت صوته حتى امتلأت نفسي رعبا وأسرعت أوفي الرجل حقه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر